السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن إخواني أخوتي ما تنسوناش من اللايكات بارتاج الفيديو أعطيونا الرأي ديالكم في خانة التعليق خوتي أنا طلع لي الطنسيو طنسيو طلع لي ما عجبنيش اللقاء الصحفي اللي دارته الفنانة لطيفة رأفته مع كل احتراماتي لها مع كل احتراماتي للفنانة اللطيفة رأفته اللي كان دافع لها من دائما وهذا شي معروف وكان تكلم عليها دائما وهذا شي معروف وبشهاداتكم الإخوة الكرام ولكن الخارجة دياليوم في اللقاء الصحفي ديال إدارة موازين إدارة ميرجان موازين ما عجبتنيش الخارجة الفاشلة ديال الفنانة لطيفة رأفت هادشي ما كيتقالش الفنانة ديالنا هادشي ليك تقولي فيه الله ما كيتقالش صوت جميل جيبان كلنا رجل من قبل السلام من أجل الأصوات الحربية دونيها ما يفرش حلال الفرشة الجنة المسلمين وشفرش حلال الجانع يعني امتلع من الله سبحانه كن واحد يفرشان امتلع فهنا دياليك تتكلم على صوت الساعة نكون واضحين شوية المونافس الوحيدة لا تكون عند أسماء إدنية لأنما عندنا شيء يغنيد الشكل هذا أساني راعت الشكل الأخار ونشط أغنية دياله لكن الشكل اللي ممكن تقدموا الدنيا وأسماء العالم العربي أنه ليس في الكيلون أنا صوت غيره وشكل غيره لكن صوت جميل حم هرم دعودي حم أقول لكم سعقيا يتقل علي جمهور اللي غيرتنون جمهورها ممكن أن تكون قرصتوا بحقالها جمهورها خطائعي جمهورها لا تتكبرش إليكم عن الكوة الناس تتحبين بس فقط جمهورها على هذا ستكون تستغلوا في شيء جميل لطيفة رأفت خرجت على السطر تخرجوا عن السيطرة ما فهمتش أنا هاد الخرجة الفاشلة ديال الفنانة لطيفة رأفت والله القاسم أخوتي لتعصبت علاش هاد الخرجة الفاشلة علاش فنانة اللي هي أسماء المنور كتقارن مع المغنية دون يا باطمة علاش الفنانة لطيفة رأفت كتطلع وكتقول المغنية عندها جمهور قوي ولي كيتمنى أي فنان يكون عنده بحال ذاك الجمهور تيال شمن جمهور دا ويعني وديها اللي طيفة رأفت شمن جمهور هادا واشهدك هو الجمهور الجمهور اللي كيدرب القرقوب ويدرب ويدرب لإكسترا ويدرب ويدرب ويطلع للسوشيال ميديا دا والجمهور الجمهور اللي كيدلع سكران ومقرقب باش يدافع على المغنية دون يا باطمة تيرضيته لنا جمهور قوي ولي كيتمنى أي فنان يكون كيدا فعليه الجمهور اللي مستعد أنه يطاح في البحر على المغنية دياله هذا هو الجمهور واش الفنان المحترم اللي عنده كفاءات عالية مربي ومتخلق غيتصنف حل داك الجمهور الفاشيل اللي وصلها للحفظ هذا الجمهور كتبهاي بيها لاللاطيفة رأفت كتبهاي لنا لاللاطيفة رأفت بهاد الجمهور الفاشيل اللي بقاك يغرق في ديك السيدة حتى صيفة هالغباق أنا را ما تيجبنيش النافاق أنا را صاحبك صاحبك ولكن النافاق ما عنديش معاه أنا تيجبني الفنان ما يكونش منافق تيجبني الفنان يكون مربي وكيعرفش تيخرج معاه فمه لدرجة أنه لاطيفة رأفت خرجت وكتقول باللي أسماء المنور كتقلد ديكرا ما فهمت أنا شنو بغيتي تقول ياودية لاطيفة رأفت أسماء المنور غنية عن تقليد أنها تقلد فلان وتقلد فرتلان أسماء المنور آخر وحدة اللي غنقولوا عليها أنها تقلد شي واحد ما كتقلدش نهائيا دائماً كتغني الأغاني ديالها بطريقتها الفن ديالها معروف صوتها لا يوعلى علي وما كتتقارن مع حتى شي واحد واش غنقارنو حنكعو مع بعو ما بغيتي تقارني قارني أسماء المنور مع ناس كبار مع الفنانة اللي تستحق أنها تقارن معهم واللي كتنفس معهم تنفس مع أحلام شمسي وكتنفس مع أصالة فنانة اللي غنّت مع كاديم الصاهير غنّت مع حسي الجسمي كتقارني ألينا مع دنيا باطمة دنيا باطمة غنّت في في مساريح كوبرا غنّت في لوبيرا في الغنّت غنّت مع شي حسي الجسمي غنّت مع شي كاديم الصاهير غنّت مع من غنّت مع من غنّت اللي كتقارني صوتها وكتقارني قوتها وكتقارني الفن ديالها مع أسماء المنور أسماء المنور ما كتقارنش أسماء المنور ما كتقارنش بحت شي واحد أسماء المنور كتنفس رأسها وياريت أنكم بلا ما تبقوا في كل مرة تحطوها في مقارنات هي في غينة عنها لا لا فغي مواقي لدوخات كش حما ديال الغنمية والديال اللي طيفار قفت وطالعة كتقولي كنتمنا أنه يكون عندي جمهور بحل جمهور اللي عند دون يا باطمة ماذا كتبها يبادك الجمهور؟ ماذا بغيت يكون عندك جمهور كيسكروا يتقارقوا ويطلع إداثة عليك؟ ماذا أنت غاي شرفك فنانة قداشنا هي هرم الأغنية المغربية يكون عندك واحد الجمهور بحل هذا؟ جمهور فاشل جمهور فاشل اللي كيدرب في الوطن وكيدرب في الناس ويدرب في الفناني وما يخليهم ما يقول وانتي عارفة هاد الشي أن الجمهور ديال المغنية دون يا باطمة جمهور خبيت جمهور خبيت شو كيكا ديال الباشر ديتهم جمهور؟ ها؟ شوية ديال القيرادة ها؟ ما كاملش تنسكي لك القرودة؟ أردت يوم لنا وديا نطيفة جمهور؟ واش دوخك شحمة الغنمي ولا دوخك الخليع ولا شدوخك؟ لو وقع لادرتشي طاجنة الكرداث اضغتي ها؟ لها الشي ما كيتقالش وما احتراماتي لك هات الشي ما كيتقالش بغيت تقولي شي كلام زين على دون يا باطمة؟ قولي سكادك ولكن باش تقارلي لنا الفنانة اسماء المنور مع دون يا باطمة وتقولي صوتهم ما كايينش بحاله؟ ايها للا صوتهم زوين وحنا دائما كنقولوها بشالة المغربة كاملين دون يا باطمة عندها الصوت ولكن ما عندهاش الأخلاق ما عندهاش الأخلاق وما احترماتش المقام اللي تتعطاها ما احترماتوش فليهذا ما تقارنش لنا مبين الفنانة اسماء المنور ومبين المغنية دون يا باطمة واش عمركم شفتو اسماء المنور في الكهباريات؟ هم؟ واطي واطي وتجيني تزوج بالسير كيفاش غتقارلي لنا واحدة؟ غنات في كبار المسارح وغنات في لوبيرا وغنات مع فنانين كبار عربيين وبشهادة جميع الفنانين العربيين أنها فنانة بكل ما تحملوها الكهبار المنور وحمرت لنا الوجه وهزت الراية المغربية في كبار المسارح تجيني تقارلي لنا واحدة قريت حسابة حمزة مون بيبي وشوهت في عباد الله وتقول لنا أنا كنت منك كون كان عندي في حل جمهور ديالهم ومش جمهور ديال دنيا باطمة ماذا تخوريني؟ ماذا دنيا باطمة دارت للجنة التحكيم؟ ماذا دنيا باطمة غنات مع كبار الفنانين؟ ماذا دنيا باطمة ثلاثة عبر كباريات؟ لماذا تقارلي لنا نقعوا مع بعوق؟ إيخواني أخواتي ابوه الحمراء بدأت تشعل وقلعا نقلع البريز إخواني أخواتي لانه فراموا هذا الشي اللي خرجت بيه الفنانة لطيفة وكنتكول فيها ما تيتقالش ما تيتقالش ما كان قارنوش حناك عمع بعوق لما لقيت ما تقولي وما استي ما تقولي اعتضر إلى هذا الصحف وقول لهم أنا ما جايش معدي ما نقول هي اللي شي بنينا شي حاجة ما كتتقالش وتقوليها وحطيتي راسك في مواقف بيخة توليوتي سبوفك وتيعيروفك وكيدغدغولك في المشاعر ديالك وكيقولوا بأن المغاربة مهم ومش الهضرة اللي خارجة كتقولي فادبو كتلحسي الكابة أرضو كتلحسي الكابة أرضو كتلحسي الكابة وجيين هاج من عنا احنا وتيقولنا هاي لكتو كتدافع لي ها هاي كتلحس لنا الكابة وكيقولولك احنا ماسوقناش فادشي اللي كتقولي فيه دابا احنا بغينا نعرفه الحقيقة ديال اوديووات ديالك يعني ارضيتي راسك بحالة تيبغي تبحلسي لهم ارضوك خارجة تبحلسي لهم لأنك خفتي منهم ورعدوك لأنهم همك قلتيت مستعدين ينطحروا همك على قبل الفنانة ديالهم هاي واردوك خيفة منهم وما دابا غاي هاي وريوك خيزوا محلا دابا من ارضيتهم هما هم وشان واردتي منهم حاجة وشان هاوما اليوم غيدغدو لك المشاعر ديالك هربتي بزاف على الموضوع يكتي خارجة كتشكري في المغنية دونيا باطمة ما اش داك الفنز دياله ونجمهور دياله بينتي على أنك خيفة منهم بينتي على أنك خيفة منهم وكتشكري هم واقوى فنز واقوى جمهور وجمهور هوا ناري هوا ناري كي خلعوا بنهار كي خلعوا بنهار القهار لتي خفتي منهم احنا ما كنخافوش منهم ما كنعطارفوش بهم أصلا ولا وجودة لهم في الحياة هادوك عنا كيرا عنا كيرا عربعدي الشمكرة وربعدي اللي مقرقبين وربعدي السكيرية والشمكرة ترديتي منهم حاجة وعندك قدامك عرم ديال لبانيات في الألوان ميكروفونات علوان وشكال وقاعدة قاتلك تشكر في لفاظ ديال المغنية دون يا باطمان لردتهم جمهور خارق العادة شكرتي شكرتي وقيت شكري في المغنية لأشي بشيتي كانت شكري في الجمهور ديالها ها شكتبيني لهم شكتبيني لهم لأنك خيفة منهم يوا بصح تقداب الشمس العشية اللي غيطلعوك في أكبر عم مريا أو ديال اللي لطيفة وما تلومي عراسك معاهم اللهم إني قد بلقت ما على الرسول إلا البلاخ وماهم مش هاد الكلام اللي هي خارجة كتزوق في الكلام وكتتكلم على دون يا باطمان بشي حاجة مزيانة ما تسوقوش لهاد شي قلك هاد الحيث الكابة لا 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 قلكم ما ما غينسوش لك المشكيل الكبير اللي انتي كتحاولي تضرق عليه وشوف ينولينا دابا واللي نف أنهم أردوك منافقة أردوك تلحزي الكابة وما مسوقيش لهاد الاعتراف ديالك اللي اعترفتي أن المغنية دون يا باطم عدى صوت خارق العادة وأنه صوت أحسن من صوتك وأن عدى جمهور اللي هو يا جمهور قوي مستعد أنه يحراسه في البحار على أجل المغنية دياله جمهور ولي كتمنى على أنه يكون عندك جمهور بحال الجمهور ديال المغنية دون يا باطمان إذا كتمنى بحال الجمهور سوف يتمنى يتسنى إذا كتمنى بحال الجمهور يكون الجمهور ديالك نحن لا نتمنى هذا لك لأنه جمهور دون المستوى ونحن نحطر مكتي فنانة لا نتمنى بحال الجمهور الفاشل ما ينعش شمكار على أخوه ما ينعلي يضرب في السكرة يسكر بتيش بيع ويطلع يدافع على المغنية دون يا باطمان آه؟ إذا خلعوك انت هذو كلفاز وخلعوك دوك الجمهور المغاربرة لا تتخلعوش من داك المستوى ديال الجمهور ديال دون يا باطمان اللي كيطلع من الحزام الاتحت واللي تطالع كتفت آخريبي وكتكلمي عليه في الطريح ديالك الصحفي في إدارة ميراجان موازين أما الفنانة أسماء المنور ما هي من سهم دك الجمهور ما دك الجمهور من سهمها فنانة كبيرة غنية عن التعريف محترمة فنانة كبيرة هزة الرأي المغربية في العالم في العالم إنسانة محترمة ومربيا فلا مجالة للمقارنة آلا لا لطيفة رأفت مع كل احتراماتي لك وانتمنى على أنك تتقبلها وكي يقولون سمع الكلام اللي بكيك ما شيل الكلام اللي ضحكك لأن الخرجة ديالك اليوم والكلام ديالك على دونيا باطمة لكن تمنى على أنك ما ترضيش على هذه الأسئلة لأن الصحافة بغين يشوف وشو بغين يدير الشوشار هاو منجحوا فيها ولقاوك تيمضوخك الشحمة الغنمي وصفي بكتعاك الدخلي وتخرج في العادرة كلام ما شف المحل دياله صوت جميل جدا من أجل من الأصوات الحربية دونيا باطمة الله يفرج حاجة المسلمين وتفرج على الجان يعني ابتلاع من الله سبحانه وتعالى فهم وجزاء thời فأن دنيا كنت تبحز سوى بصمح دونى قتpin كانت اغاليا بدان ذكر something عند البدء هنا سنتجه اللقاب والittle من أصوات الجانب لا طبعا ومنا نفخ mir قصة تغليم النجوم ومشي آخر في الدنيا فنتمنى بحول الله أنه تخرج بطير فرق عامل هذه قصيدة خاصة نشوفها نكون واضحين شوية المنافسة الواحدة التي ستكون لدي أسماء في الدنيا لأنها لم يكن لدينا شكل هذا سألني لديها شكل أخر ومشارة الأغنية لها الشكل لكن الشكل الذي يمكن أن تقدم الدنيا و أسماء العالم العربي أنا لم يكن لديهم أنا لم يكن لديهم أنا لم يكن لديهم لكن صوت جميل حرم دعوه نسمينا أنها تخرج إن شاء الله في الحياة الخاصة وفي المشاكل ويريد يريد أن يكون لدي جمهور جمهورهم صرف الحق عليهم جمهورها خطائر جمهورها لا تقضر من القوة يريد أن يكون لديهم جمهور يريد أن تستغلوا في الشيء الجميل ويبقى تغيرها ويريد أن نرجع الله ويريد أن نرد دغاجها ويحاول أمها في الأشياء الجميلة ويجعل فريق عمل ويجعل فريق عمل ويجعل فريق عمل ن تطلق لها ويجعل فريق عمل ويوجد أن نتركه ويجعل فريق الذكاء الوقع الأخير ويجعل فريق عادة ويجعل فريق عرب سوف نقول لك لحوله ولا قوة إلا بالله العيد العظيم الفنانة أسماء المنورة فاش كانت قد باطمة را وقفت في مسارح هاربين راحنا متابعين المصار دي الفنانة أسماء المنور من البدايات ديالها وقفت في مسارح كبارين وقفت في مسارح قرطاج اللي كيحلم يطلع ليه أي نجم عربي وقفت في مسارح هلا فبراير وفبراير الكويت وأوبيرا سكنديرية أحسن أوبيرا عربية بمصر ومهرجان تونس ومهرجان مباركا ومهرجان البحرين وبزاف 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 وهد شي كله اللي قلت راه في البدايات ديالها من البدايات دياله وأسماء المنور كتغني الأغاني ديالها كتنتج أغانيها وألبوماتها ما كتغنيش الأغاني ديال الناس خرين ما كتطفلش على الأغاني ديال الناس خرين باش تجي اليومة ألاطي فرقفت وتقارنيها لنا مع مغنية كتغني في الكاباريات أه؟ أسماء المنور في البدايات ديالها رادرت ديوها تهاربين مع الفنان كاظم الصهير ومع حسي الجسمي ومع أبو نورة ورويشد ومع وديع الصافي را ما اللو أسماء المنور باديها طالع السماء ما اللو طالعه طالعه الصاروخي الله يسهل إليها وغنات في مساريح كبرى المغنية دونيابات ما را ما عداش علاقة مع أسماء المنور أه؟ كيفاش كت تقارني لنا هادي مع هادي؟ را لا علاقة را الفنان خاص يكون عدو طاريخ كبير ماشي تغني الأغاني ديال الناس عدك الصوت وغتغني الأغاني ديال عباد الله على الأقل ما مقارنا باطمة مع المنور هو على الأقل غير المغنية دونيابات ما تكون مغنية فشرة ديال المساريح كبيرة هم؟ ودوني را ما عمرة قد دير شي حاجة حيتاش إدارة لأعمال ديالها وفاشلة وفاشلة واللي يضايرن بها فاشلين والجمهور دياله اللي تكتفتخي بي هو فاشل فاشل عبوز بال على المنحط على أخوه على الميكروب على أخوه على فاشل على أخوه واللي تكتمنى بحال دك الجمهور الله يعطيه لك أختيات شي اللي نقول لك وأنا كنتمنى على أنه يكون جمهور ديال دونيا باطمة يكون عندي بحاله جمهور اللي واقوي هم؟ لا لا ما قوي ما تتلابا واش خالعك الجمهور ديال دونيا باطمة؟ هم؟ واش خالعوك دوك شوي كيكة ديال دونيا باطمة اللي كيدافع لها خالعينك؟ هم؟ هاتشي را ما مش يوادك؟ هاتش يا أخوتي را ماش يوادك وش أنا كنسمع مزيان؟ ولا تصوطة وليل ودنين؟ لطيفة رأفة خرجة دون المستوى خرجة لعلاقة خرجة فاشلة فاشلة بكل ما تحملوا هالكلمة من ما موسيقى 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 شكرا للمشاهدة